هل الأهلي ممكن تتكلم مع عائلها في الحاجات دي عادي؟ الأهلي مهم جدا يتكلم مع أولادهم فيها إزاي؟ عندما بيجي طفل يجي يقولك يا بابا هو أنت جبتني إزاي؟ ما بيردوش عليه؟ بيتكسف ونحتاس آه، أو بيسكتوا أو بيزعقولوا هو أنت مين؟ هو مين أصل؟ تفكير التوصل لكدا في إزاي؟ أفكار دي منين؟ آه، أديني صاحبك، عارف لو هو صاحبك؟ مفوضة إحنا نرد على الأسئلة دي عادي جدا؟ وبتتعلم دلوقتي في المدارس، وأتكلم في حدود الأدب وفي سياق العلم الحاجات دي مفوضة تتعلمها، ليس أكتش، صح؟ صح جدا جدا، وبعدين كل سن حيفهم حاجة إن كل مرحلة عمرية الطفل الصغير اللي قبل سبع سنين، في حاجات مش حارف يفرقها اللي أكبر شوية محتاج معلومات أوسعة شوية بشكل يفهمه طيب والمعلومات دي اللي ما بتيجي المصدر موصوق منه الأب الأم مدرس، إن حاجة بيدلرس له ده بشكل علمي أفضل بكتير ما تجيره من صاحب المراهق اللي حقوله معلومات كلها مغلوطة بس طب لو الأهل قالهم معلومة وما عجبتهمش ما عجبتش الأولاد؟ آه، وأنت بنت بتتحكي عنهم تيما هم بتقولي أنا سعب أشوف عيال بنت أبنو إحنا فرينلي فإحنا البوساط أحمدي زي ما بلو يا مام أنت بتقولي أي الكلام هم هذا؟ أنا صاحبتي قلت لي بشعر طب عايز تقوم؟ طب في الحالة دي نضرب؟ يعني أنا مش قولك تربيئة جبية فرصتي بقى أنا نضرب بقى يا أخي عارف اللي هو يعني الأم أسلحة الأمات ما إحنا كنا من الضرب عادي يا مصطفى بكنا كويسين الجلدة تحسوا بتعلم تكنولوجي أكتر مننا وأسكى مننا وبقى حساس قوي ما إحنا أخي مكنش حساسين قوي كده مصطفى صح، ما تقول فكرك ولا مش لازم نصل إلى حد الضرب يعني ممكن في حاجات نحط لها حدود دا لو ما كانش تصبح عليك كده بالمج اللي في أديها وتخبطك بيه ما تحسش إن الدنيا جميلة فإن أنت مش راضي عني يا أمي دلوقتي تلاقي العيل فعلا أنت بصي لها البصة يعني بتحسس أن أنت أعرف اللي هو جرحتهم في حساس شراخت الولد نصيه دا بجد؟ ولا هم اللي سمعوا الكلام دا من الإعلام مننا لا خالص، بسهول فكرك ولا أن فيه فرق ما بين الاحترام و ما بين خوف يعني ممكن أبقى خايف من حد بس أنا مجواش بي له احترام والمشكلة كلا بقى أنا نهاردة لما بضرب وبزعق وبكسر وبحدي فعليه ما عرفش إيه هو حيخاف مني فحيخاف يكرر الفعل فعلا يعني ممكن ننهي المناقشة بأنه حيسمع كلامي بس أنا كسرت عنده هو شخصياً حاجة في شخصيته إنه مش بيعرف يختار مش بيعرف ياخد قرار لما يجبر فأنا كسرت في حاجة يعني لما الطفل يكون بيقاوحني دي حاجة حالو لما يكون بيقاوحني دي حاجة مش بحشة طبعاً ويكون فيه حدود للمقاوحة دي والعند في الطفل بيخليه شخصية قيادية فيما بعد يعني غالباً الشخصيات لما يبقى عنادي وأقوله ما تعملش كذا ويعمل كذا الأفطال العناديين غالباً بيققوا شخصيات قيادية لما بيكبروا الطفل العنادي بقى أنه هو مش عاجبه الوضع اللي هو فيه عايز يغير حاجة يبقى عنده فكر خاص ليه ولما يقنعك يبقى بقى حاجة أقوى وأقوى يعني يعند معي ويقنعني أنا مش عايز أكسر عنده أنا عايز أعلمه مهارات للتعبير إزاي يحاورني مش يقضي دب دب إزاي يحاورني مش عاملت صرفات مستخبية غلط أحمد نوع شخصيته إيه؟ ولا هو هيعند ولا هو هيبقى قيادي صحيح؟ أحمد أفايدنت اجتنابي اجتنابي يعني إيه؟ يعني هو اتربع لدائرة العزلة فعاش جوها أكتر وظروفه خليته يعيش مع الموضوع زيادة يعني هو صدق أنه أنا مقدرش أعمل حاجة في الحياة مع أنه بيعمل أنه بيأخذ خطوات كبيرة في حياته وراجل درس واشتغل وبنى لنفسه حياة وبدأ يأخذ فيها خطوات فهو لما بيبقى عنده يقين في حاجة بيقدر يعملها بس هو عنده اقتناع تام أنه عنده عقبة مش حادر يتحرك منها